موسيقى مساء الخير أحبائي وعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير في البداية أقول لكل إخوتي وأشقائي المسلمين كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف حدثنا اليوم عن زوجة مسيحية لفنان مسلم مصري من هي؟ لورا طليقة شريف مونير مسيحية وخدمت زوجته الأولى خلال مرضها الخبيث أعلن الفنان شريف مونير طلاقه رسميا لزوجته الثانية لورا عماد وذلك بعد فترة الزواج امتدت لسنوات طويلة وبأت الكثير من الجمهور يتساءل عن لورا عماد معلومات عن هذه الشخصية لورا عبد الأحد واشتعرت بلورا عماد وولدت في واحد يناير عام 1972 وهي مسيحية الديانة بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات ودخلت نجال التمثيل بمحض الصطرة بعدما قدمها أحد مخرج الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل إعجابا بملامحها كان أول أعمال لورا عماد هو فيلم البطل بطولة الفنان أحمد زكي والذي عرد عام 1997 شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر مع الفنانة مربة أمين عام 1999 كما شاركت أيضا في فيلم سوق المتعة عام 2000 وفيلم أرض الخوف عام 2000 أيضا وكان آخر زهول لورا عماد على الشاشة من خلال فيلم لو كان دا حلم عام 2001 ثم اتعدت عن كل الفن بعد زواجها من الفنان شريف مونير وإن جبها ابنتيها فريدة وكاميليا عادت لورا عماد من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نسيبي واسمتك الجزء الرابع حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك وعرضت عام 2022 أعلن الفنان شريف مونير القصة وانفصاله رسميا عن لورا عماد اسكتب عبر الإنستجرام تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء اسمه نصيب وأتمنى ليها كل الخير والسعادة سبق وتزوج الفنان شريف مونير للمرة الأولى من سيدة تدعى ناهد وهي من خارج الوسط الفني والذي أنجب منها ابنتي هما أثناء شريف مونير ولكن ناهد أصيبت بمرض سرطان القولون ثم رحلت عن عالمنا ثم تزوج شريف مونير من لورا عماد وهي كانت صديقة وجوجته الأولى ظلت لورا تخدم صديقتها ناهد حتى رحلت عن عالمنا أو عالمنا بعد إصابتها بالسرطان وكانت دائما بجانب أولدها بعد رحلها وعلى الرغم من اختلاف الديانات إلا أن زواج شريف مونير ولورا عماد كان من الزيجات الأقصر استقرارا في الوسط الفني ولكن نعمة انفصلة منذ قليل حادثة مؤلمة ومحزنة ومش عايز أقول كلام يزيد أباحة لا خلاص قال له المسيحيين عشان هي تدور على شخص مسلم ولا المسلمة قال له الشباب المسلم عشان يجروا على شباب مسيحيين كل ده يؤدي إلى عدم معرفتهم لربنا وهنتكلم ونقول كمان حاجة تانية جميلة وغريبة استدعت وزارة الخارجية السفير البلغاري لداموسكو أتناس كريستين وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرزوكسية في صفيا وقال بيان الخارجية الروسية اليوم الاثنين استدعين سفير بلغاريا أتناس كريستين اليوم ووجهنا لها احتجاج شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرزوكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صفيا بزرائع كاذبة وبطريقة مهينة واضاف هذا العمل الاستفزاد الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي محذرة سفية من عواقب غير صارة وتابعت أيضا نحن على قناعة تامة بأن مخططتهم المواجهة لتفويض العلاقات أو لتقويد العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لكرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصرها الفشل رحم الله كل مصر مسيحيون يطلقون صيحة فزعة بشأن انتهاء وجودهم في العراق أطلق مسيح العراق صيحة فزعة جديدة بشأن التناقض المستمر لإعدادهم في البلد في ظل استقرار الأوضاع المشجعة لمن بقي منهم على الرحيل وكشف الكردينال لويس ساكو أن نسبة المسيحيين في العراق تراجعت من 4% إلى نحو 1% من مجموع سكان البلاد مشيرا إلى مقتل 1200 مسيحي في أعمال عمر خلال 15 سنة بينهم 700 قتلوا على ياء الهوية وقال في رسالة مشارة على الموقع الرسمي للكنيسة الكلدانية أن العراقيين المسيحيين تنتهى حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة وذكر أن أولئا يجري إقصاءهم من وظائفهم والاحتواز والاستحواز على مقدرتهم وأملاكهم فضلا عن التغيير الديمغرافي الممنهج لبلدتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية وأكد مهادرة مليون مسيحي للعراق بعد سقوط النظام السابق وبعد تأجير عناصر داعش لمسيح الموصل وبالدات سهل نينوى عام 2014 وأيضا لأسباب أمنية أخرى من بينها السلاح المنفلد وانتشار منطق الطائفية والمخاصمة وأشار إلى اغتطاف عدد كبير من الرجال الدين المسيحي في الموصل وفي بغداد وقتل عددا منهم وأبرزهم من مطران بولي سورج رئيس أساقبة الموصل للكلدان واعتبر أن مختلف تلك الظروب أدت إلى فقد المسيحيين للثقة بتحسن أوضاعهم بسبب تلك الانتهاكات وتبعات قانون الأحوال الشخصية وأسلمة القاسرين شكرا لكم أحبائي أزائي وتمنى لكم كل خير والسعادة ترجمة نانسي قنقر